بتفرج على قناة القاهرة بتاعتنا قناة القاهرة إخبارية فلقيت زميلنا العزيز اللي هو مبروك بالمناسبة انه بقى موجود في القاهرة كمال ماضي لقيت كمال آية المقدمة انا عادة ما فيش حاجة انا غلص في رأيي عموما انا فيش حاجة بتعجبني يعرف اللي هو ما بيعجبوش العجب ده نا وظن واضح علي يعني انا فيش حاجة عجبك ابدا انا اكتر حد بيتقاله دايما كده بس انا عجبتني المقدمة بتاعت كمال كمال قد لا يعلم ذلك ان انا من الناس اللي بتحب تسمع برنامجه الاذاعي فباعتبار ان انا الجيل الاول لمؤسسي الاذاعات الحديثة او بشكلها الحديث خلال العشرين اتنين وعشرين سنة اللي فاتوا فانا بهتم بان انا اسمع كمان برامج الراديو كويس فانا من الناس اللي بتحب البرنامج بتاع كمال في الراديو شفت بقى مقدمة كمال على القاهرة الاخبارية وقبل ما اقول لك انا شفت او بالاضق ايه اللي عجبني جدا انا عايزك تتفرج وتسمع معايا كمال الايه السلام على ارض خلقت للسلام ومرأت يوما سلام سلام على شعب يقصف بين قصف وقصف بقصف حتى في الخيام سلام يتوه في تيه لا نهاية له من صلف وكبر وخيالاء كنا نحسبه بلاء ايام الايام صارت شهورا والارض باتت مخضبة بالدماء وعالم لا يحرك ساكنا وكأنه بات مكبلا باغلال تكتم الحق في فمه تأد العدل في ساحات محاكمه وان فكر مجرد التفكير في محاسبة محتل قاتل آثم سافك للدم بدم بارد تهدد علنا محكمته الجنائية بعقوبات من قطب عالمنا وكأنها تريدها محكمة صماء بكماء تريدها صنما لا يرى لا يسمع لا يتكلم وحتى لا يتوجع من آنين قطاع يباد مشهد رغم سوداويته رغم ألمه رغم يأس يدق باب القلوب ساعة بعد أخرى تذكر دوما قول الأقدمين لا تيأسن وكن بالله في ثقة إن الكروب وإن حلت سترتحل لا تيأسن فإن العسر يتبعه يسر جميل فلا خوف ولا وجل أيأتي اليسر من تغير بعض المواقف في الغرب من دولة فلسطينية أم يأتي باستيقاظ لضمائر وفرض لعقوبات على المحتل أبهذا أم بذاك هو يسر ضئيل خافط ضوءه وكأنه لا يرى ليبقى اليسر الحق بتذكرنا أنها أرض حطين التي طردت احتلالا صليبيا دام لعشرات السنين طيب إيه اللي عجبني أولا هاخدك على المجمل أكتر حاجة عجبتني وده قد يبدو بالنسبة لحضرتك غريب المرارة التي يتحدث بها زميلي العزيز كمال ماضي يتحدث بمرارة موجعة لكل من يسمعها مرارة العربي مرارة المواطن العربي الذي يرى أمامه جزء لا يتجزأ منه وهو مواطنين عرب آخرين فلسطينيين وهم بيقتلوا ذات صباح وذات مساء بل كل صباح وكل مساء أو على مدار اليوم لكن في نفس الوقت عجبني لو صح تعبير عجبني في المرارة بتاعت كمال ماضي وهو يتحدث في مقدمته أنها مش مقدمة اليائسين يعني ولا مقدمة محملة بمرارة اليائس هي مرارة المستمر يعني أشعر بالمرارة وأشعر بالألم إلا أني لن أتوقف أنا كعربي أنا بقى كفلسطيني أنا كمصري أنا ككويتي سعودي جزائري موريتاني جيبوتي أنا كبني آدم مش بس كعربي أنا مستمر وهفضل ناضل لأجل قضيته طول الوقت فيها فكرة العلاقة ما بين المرارة والإصرار والاستمرار والإرادة دي فكرة بالنسبة لي رائعة جدا الحاجة التانية في البداية اتكلم قال جملة لطيفة أوي قال على أرض لم ترى السلام فعلا سبحان الله العظيم يعني مفترض أنه فلسطين دي هي أرض للسلام أرض الزيتون يعني ولم ترى سلاما قط في أي تاريخ معروف وكمان عنده وصف لطيف كده قالوا ما بين قسف وقسف وبينهما قسف أنت بتخيل يعني هو لخص لك القصة كلها أنه هو اليوم يبدأ بالقصف وينتهي بالقصف وما بينهما هو قصف المسألة هنا بقى بالنسبة لللي حم نتكلم فيه وعلى كلام المقدمة اللي قالها زميلنا العزيز كمال ماضي ما بقتش يوم هي بقت تقريبا 235 يوم عجبتني مقدمة زميل العزيز جدا كمال عجبتني فيها هذه المرارة المحملة بكل إصرار وإرادة واستمرار وعجبتني السورتين قسف وقسف وبينهما قسف ومسألة أرض سلام لم ترى أبدا سلام وعليكم السلام